أهلا بكم تشهد المنطقة تصاعدا ملحوظا في التوترات وسط تهديدات حليفة واشنطن بشن ضربة على مواقع داخل العراق وتحذيرات من تدعية خطيرة قد تشمل توسيع دائرة الصراع إلى أهداف استراتيجية وفي هذا الإطار وجهت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية رسالة عاجلة للحكومة العراقية تدعو فيها إلى التحرك السريع لعقد صفقات لشراء منظومات دفاع جوي حديثة نواب أوضحوا أن العراق بحاجة إلى خطوات عملية لتأمين أجوائه من أي عدوان مرتقب لافتة إلى أن هناك شبه بيتو أمريكي يمنع العراق منذ سنوات من امتلاك منظومات دفاعية متطورة السفيرة الأمريكية في بغداد أبدت من جانبها خلال لقاءاتها الأخيرة تفهما للموقف العراقي مع التحذير من أن أي اعتداء على العراق قد يؤدي إلى انفجار كبير يؤثر على المصالح الأمريكية في المنطقة بأكملها بالمقابلة أكدت مصادر مقربة من الفصائل العراقية أن أي ضربة لحليفة واشنطن محتملة ستنقل المواجهة إلى مستوى مختلف مشددة على أن التهديدات من قبل الكيان المحتل وأمريكا لن تثني الفصائل عن موقفها التطورات تأتي في ظل ضغوط دولية متزايدة ومحاولات أمريكية لإحتواء الأزمة ومنع انزلاق العراق إلى صراع جديد يعمق التوترات الإقليمية